أنا تقدر تقول طبعاً بما أنه الأهلي في صدارة المشهد بـ 11 لاعب يشاركوا فيه أكتر من منتخب في البطولة أنه الدوري المصري وأكتر دوري بيمتلك عدد من اللاعبين مشاركة في العرس الأفريقي المونديال أفريقيا الحقيقة مش قادر أحكم في البداية خلييني أقولكم بمنتخب صراحة أنا تابعت مباراة الافتتاح مبارح غينيا بساو مع البلد المضيف للبطولة كود ديفور وتابعت النهاردة نيجيريا في مواجهة غينيا الاستوائية لما تكلم على منتخبين بحجم نيجيريا وبحجم الكود ديفور لازم تحطهم دبن الفرق المرشحة للمنافسة على البطولة مش بس عشان كود ديفور بتصطديه في البطولة لكن كمان كود ديفور دايماً واحدة من الدول اللي عندها الحقيقة منتخبات على أعلى مستوى لكن أنا مش عارف مش قادر يمكن حكمي ما يبقاش موضوع شوية تعرف لما تبقى صايم ونفسك تأكل أكل حلوة فتجي لك أكل دسمة تمزجك ده كان الحال بالضبط في مطش المان سيتي ونيوكاسر مطش 90 ديئة ضرب نار كل فنون كرة القدم وكل أنواع المهارات والإقاع والسرعة اتواجدت في 90 ديئة دول من أول ثانية لآخر ثانية أنت أمام متعة حقيقية لكرة القدم بعدها على طول حولت على كوديفور وغينيا بساوة لقيت أنه جاب كبيرة يمكن تكون مشكلة البدايات هي اللي في التحيات دايما بتبقى صعبة وخارج نطاق التوقعات ده كان حكمي لكن حكم نادر شابانة ضيفي النهاردة في ساديسة إيه؟ ده اللي أنا هعرفه منه دلوقتي بعد ما راحب به وأقول له أهلا وسهلا بيك نادر حبيب أبو حميد أهلا وسهلا بيكو إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ودايما يعني بسعب بالتواجد معك إن شاء الله قبل ما أدخل في مصر وموزنبيق ورؤيتك لمواجهة النهاردة سيناريوهاتها عايز أسمع رأيك لانطلاقة البطولة وإزاي شفت أنا عارف أنك تبعت مبارات الافتتاح مبرح وعارف أنك من المتحمسين كمان منتخب كوديفور شايف فيه أنه عنده قدرة يعني للحضور والمنافسة ودي دايما حقيقة يعي تعودنا ساحة للعاج يمكن مش من المنتخبات الحقيقة لقب كتير لكن دايما حضرة بنجومة عايز أشوف رأيك في انطلاقة البطولة والمستوى اللي تقدم سواء في مطش مبرح أو مطش النهاردة نيجيريا وغينيا الإستوائية بصوا الفكرة كلها أن دايما بيكون المبارات الافتاحية زي ما أنت تفضلت يا أحمد دايما بتكون مش يعني لسه السبات مش هو المبارات مش بتديلك أو البطولة مش بتديلك كل حاجة في أول 3-4 مطشات دايما المبارات الافتاحية لو نفتكر حتى بطولة 2019 منتخب مصر أول مباراة كسب زمبابوي 1-0 بالعافية السنة اللي قبلها 2017 منتخب مصر لعب قدام فرقة مالي وتعادل 0-0 سنة اللي فاتت خسر من نيجيريا وفي سنتين من الثلاثة دول كان بيلعب فاينال فدايما مطشات الافتتاح ما بيكونش تقدرش تحكم عليها بشكل إيجابي يعني على الفرقة ولكن أنا زي ما أنت قلت أنا فعلا براهن على منتخب كوديفور مش نوحق اللقب ولكن يذهب بعيدا في البطولة لما يمتلكه من عدد كبير من الأسماء اللي بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا وحتى لو مش في أندية كبيرة اللعبة دي مؤثرة في أنديةها يعني لو جانا بصينا طبعا اللعيب اللي سجل هدف التالي مبارح كراس ودي كان واحد من اللعيبة اللي مرسل كولور يعني بتابع المطشات وبحب أختار من كل منتخب أو من كل فريق لعب لفت نظري عشان أقول للناس ناس بتحب الكورة يعني أو لعاس فرج على عيبة تمتحهم أنا عجبني جدا جدا ألف سميدو من غينيا بساو لعب كورة مايسترو خط بص ورشاقة وحرفانة ورؤية للملعب وقدر على أنه يقود يعني تيم ليدر يعني وعجبني كراسو طبعا مهاجم كودي فار مهاجم ما أعتقدش أنك ممكن تقارنوا بمهاجمين كودي فار الكبار لكنه مهاجم مميز جدا كراسو كان يناير اللي فات سنة اللي فاتت مرسل كولور كان طلبه وكان اللعب نفس هو اللي رفض أنه يرحل عن أوروبا والمفاوضات توقفت من البداية لأن اللعب نفسه كانت رغبته استكمال في أوروبا كان بيلعب في سانتيتيان وكانت أرقامه جيدة جدا مع سانتيتيان السنة دي فريق ريد ستار قدر أنه يتعقد معاه في الصيف اللي فات وحاليا هو هدف فريق ريد ستار في الدور السوربي وكان جاب هدفين في الشامبيونز ليج في مجموعة كانت بتضمه منشستر سيتي ولايبزيد من أهم الفرق الموجودة هم اللي تأهلوا من دور المجموعات بجانب كمان لعيب زي جيرمي بوجا جيرمي بوجا أنا كنت امتابعه من أيام ما كان في ساسولو في إيطاليا حاليا بيلعب فرين الفرنسي راح من ساسولو الأتالانتا أنا كمشجع يوفنتينو يعني فالراجل ده جابها تلت أهداف في يوفنتينو قبل كده منهم هدف يعني اللي واحد مش قادر يقول عليه مهين في مرمى بوفون كان هدف هو استغال أن بوفون عنده 42 سنة فسجل فيه هدف كان خراف في ساعتها فأنا كنت برضو متابع اللعب ده لعيبة كتير من اللعيبة اللي حتى ما شاركيتش زي ماكس جرادل في الاحتياطي ده لعيبة من اللعيبة القدامة في فريق كودفور زي سيرجي أوريل باكرايت اللي كان لعب في فريس سان جرمان سباية داوي أوريل طبعا خصوصا نسينوجو الفترة اللي خدها حسيت أنه مش ده سليا مش هو أكيد لا 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 هو بلعب في نوتينج هانفورست ومش أساسي كمان في نوتينج هانفورست الأساسي طبعا لعيب كبير طبعا لعيب كبير مع فريس سان جرمان وكان مع الجيل اللي خد البطولة في 2015 على غانا هو واحد من الأبطال السابقين في الجيل الحالي هو فرانك سي في منتخب كودفور الحالي فبجانب منتخب كودفور يعني حتى لا نطيل الحديث في كودفور تحديدا يعني هيفرق معهم طبعا عامل الأرض والجمهور لو هنتكلم شوية عن حفل الافتتاح وبداية البطولة بشكل عام هو حفل بسيط لطيف الأفريقية بشكل عام تشوفت فيه أفريقية مش أكثر من كده أنت مهما كانت الدولة اللي بتصديف البطولة هو الطبع الأفريقي يعني شخصية الماما أفريقا حضرة بقى كنت في جنوب أفريقيا كنت في الكاميران كنت في السنغال كنت في كودفور هي نفس الأجواء ونفس دي حقيقة بس طبعا يعني مع الفارق الكبير ما فيش حفل افتتاح كان بالقوة وعظمة اللي كان في 2019 ده كان حفل افتتاح بي عديد من الوسائل ده كان حفل افتتاح كاس عالم دي حقيقة دي حقيقة والله يتقارن فعلا بقى حفلات افتتاح كاس عالم دي هو تسبح فعلا بكده والناس كتير اتكلمت عنه في وسائل إعلام أجنبية مش بس إحنا اللي بنفتخر بيه هو حاجة من الحاجات اللي فعلا نفتخر بيها لكن بشكل عام هي البطولة بدأت في هدوء والمباران بارح خلصت زي ما كان الكل متوقع اللي ما كانش متوقع هو تعصر نيجيريا أمام غينية الاستوائية منتخب محترم جدا على فكرة منتخب عنده من اللعيبة اللي في أكتر من مركزه بيجمع ما بين عناصر الخبرة والشباب زي إكونج المدافع مثلا وفيكتور أوسي من أفضل لعب في إفروكيا مهاجم الفريق هو ضايع المكسب بالمناسبة النهارة ضايع هدف ما يضيعش النهارة ألكس أيوبي في وسط الملعب فولهم أرسنال لعب إيفيرتون لوكمان واحد من أهم هو ما عندهمش ولا لعب محلي هو بسناء حارس المرمى أعتقد قيمة أعتقد الحارس التاني حارس مرمى من الحراس المرمى هو الوحيد اللي بيلعب في الدور المحلي لكن بقيت لعيبة كلها مختلفة يلاعب بره في أوروبا ولعيبة مؤثرة يعني واحد زي سامولش كويزي ما كانش لعب أساس النهاردة هو بيلعب في ميلان الإيطالي وطبعا الإصابات اللي حصلت لهم دوفرس المهاجم وعدد من اللعيبة الثلاث لعيبة اللي كانوا تسوقوا وعمر صادق واحد من أهم اللعيبة برضو اللي يفتقدهم منتخب نيجيريا في البطولة لو قدر نوه يرجع أكيد هيكون لي إضافة كان الكل طبعا بيراهن على مبارات نيجيريا وغينيا بيساو يعني لما هيفوز غينيا الاستوائية أن الموضوع هيكون محسوم في الجوالات التانية في ميل اللي هتأهل متصدر ولكن البطولة بدأت مصيرة بالتعادل ده يعني تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية عقل الحسابات هما الأربعة للعب وهم في نفس المجموعة نفس المجموعة بالضبط غينيا الاستوائية وغينيا بيساو معهم نيجيريا وكورد ديفور بالضبط فده يدي أمل لغينيا بيساو يدي أمل لغنيا الاستوائية أن هما ممكن يصنعهم فجأة وتحديداً أن البطولة بعدما أصبحت 24 فريق فأصبح أن فيه مركز ثالث ممكن يتأهل بثلاث نقط بس ودي واحدة من الحسابات اللي هنركز عليها وأنا بستعرض نادر ومع حضراتكم طريقة البطولة لأن هي مش قصة التأهل التأهل في النظام الجديد في منتهى السهولة على المنتخبات الكبيرة فما فيش منتخب كبير هيواجه الصعوبة في التأهل لكن الصراع على إيه؟ أو الحسابات والقصة مرسومة على إيه؟ على الصدارة لأن الصدارة تساعدك بشكل كبير جداً على تفادي القوى العظمى في مراحل الأدوار الإقصائية وده مش هيتحدد إلا مع نهاية دور المجموعات ومعرفة رصيد أصحاب الصدارة في كل مجموعة اللي على أساسه هيتحدد مين منهم هيواجه الأربع توالد اللي هيتأهله أو هيتم اختيارهم ومين هيواجه تواني في ما بعد بقى من الأدوار الإقصائية حزبة الصدارة في مجموعة مصر حزبة سهلة؟ حزبة متوسطة ولا؟ يعني حزبة الرهانة عليها ممكن يبقى صعب أو منتخب مصر هيواجه صعوبة شوية في أنه يحقق صدارة المجموعة؟ أكيد لأن المنافس بتاعك غانا فدائماً هو غانا المنتخب الأكثر تتويجاً وبطولة كاس أوم أفريقيا بعد مصر منتخب الثاني الأكثر تتويجاً بالبطولة منتخب مصر بعدي منتخب الكاميرون بعديهم غانا الكاميرون حققت 17 صح عليك 17 خلت الكاميرون بيتساوي مع غانا أعطاك الكاميرون بقت خمسة وغانا عندها أربعة بالضبط هي كده وقفة عند الكاميرون وغانا يعني هي فضل لها علاقة بتخش جنب الكاميرون إحنا طبعاً فرق معنا التلع بطولات اللي كانوا على التوالي قدرنا أنها تخطى المنتخبات اللي كانت متصدرة ولكن منتخب غانا بيمتلك حالياً عدد كبير من اللعيب يعني أنا كنت شوفت ميم كده أو كوميك كان مكتوب كان كوميك بريطاني يعني مش مصري بيتكلموا أنه كل ما نيجي نفتح بطولة قوم أفريق ينلاقي أندريا آيو فأندريا آيو واحد من أكتر اللعيبة حالياً في البطولة دي يعادل رقم أحمد حسن لو سجل هو كده كده هيشارك في البطولة فهيعادل رقم أحمد حسن من حيث المشاركة من حيث المشاركة لو سجل هدف أنا مش فاكر كان هيعادل لعب أليكساندر سونج أليكساندر سونج لعب ريجوبير سونج اللي هو مدار منتخب الكاميرا الحالية رغم من ريجوبير سونج لعب مدافع وهو لعب مهاجم بس لكنه قائد من قائد هو ريجوبير سونج فقر قبيل وزيدان وصونج زيدان وصونج يلعب بكرة مع جمجي يوم الزبط واحد من اللعيبة المؤثرة مع المنتخب جوردان آيو كمان عدد من اللعيبة محمد قدوس هيكون إضافة قوية جدا لمنتخب غانا اللي بيمتلك عدد من اللعيبة الشباب والخبرة برضو في نفس الوقت هتفرق معاهم كتير في الفترة اللي جاية بس في حاجة مهمة وهي كريس هوتون كريس هوتون المدير الفني للمنتخب الغاني مدرب عارف من أين تقوكل الكتف مدرب بيعرف يكسب المباراة بأقل عدد من الفرص معظم المهاجمين اللي بيلعبوا معاه دايما بيكون هم أبرز اللعيبة اللي في الفرقة بحدش بيعيب على ضيع الفرص أو على إهضار الفرص مع كريس هوتون طبعا المشاركة الأخيرة اللي منتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا كانت كارثية بعد الخروج من مجموعة كانت بتضم جزر القمر ومنتخب المغرب وخرج فيها منتخب غانا وتأهل جزر القمر والمغرب وطبعا فاكرين اللي حصل في مباراة جزر القمر والكاميرون لكن التأهل لكاس العالم السنة اللي فاتت يعني خلى شوية الناس تاخد نفسها في غانا وطبعا مشاركة أمم أفريقيا المشاركة مع غانا في بطولة في المجموعات ما حصلتش من 2017 ووقتها احنا تأهلنا أول بسبع نقاط على المنتخب الغاني ولكن البطولة دي هي حسبة بسيطة جدا إنك لو كسبت غانا خلاص أنت بقيت أول ده يصدر يعني أنا عارف طبعا إنه في المطشات أو في البطولات المجمعة دي ما فيش جهاز فني هيفكر في المباراة احنا عندنا الخميس غانا خميس اللي جاي غانا يوم 18 للساعة 10 والاتنين اللي بعده الكاب فردي الساعة 10 برضه فما فيش مدرب أو يعني لو أنا أو أي مدرب ما فيش حد بيفكر في مطش الخميس ولا مطش الاتنين تفكيروا كله النهاردة لكن ده ما يمنعش نادر بيقعد يعمل المعادلة إنه يقول لك أنا يعني لما أجي أشوف مجموعتي كده أو من اللحظة اللي تمت فيها أعلان أنا بالنسبة لي مهم جدا نكسب مطش موزنبيق وحط التلاتة بونت بتوع كاف فردي معايا في الحصالة وتبقى قصة بيني وبين غانا في المباراة اللي هتواجهنا فيها هل ده يصعب شوية من حسابات رغم إنه موزنبيق على الورق منافس إلى حد ما أسهل وفي ناس بتشوف إنه أسهل المطشاط المنتخب المصري في المجموعة ده يشوف إنه كاف فردي وغانا أصعب من موزنبيق ده يصدر شوية ضغط على منتخب مصري النهاردة الضغط اللي يخليك إنك يعني في مباراة موزنبيق هي إن الفروقات كبيرة جدا ما بيننا وما بين موزنبيق ممكن متكونش كبيرة طبعا ما بيننا وما بين غانا الأمور متشابهة نوعا ما كاف فردي من المنتخبات اللي مؤخرا بتبدأ تطلع على الساحة ومنتخبات اللي عاملين ثورة 14 لعب أعتقد موليد أوروبا ومستنفين بلعبه في مجنس كان عبا كتير مجنس منتخب شوية مش أفريقي منتخب شوية القانون الأساسي وأنا شايف إنه فعلا أصعب من موزنبيق بمراحل لكن منتخب موزنبيق يعني لما نيجي نخوض في الحديث عن منتخب موزنبيق فهو منتخب لا يمتلك لعيبة مؤسرين ولا يمتلك لعيبة بتلعب في دوريات كبيرة حتى كان رينان لوندي اللي كان بتاع أوليليندو بتاع أتليتكو مدريد حاليا مش متواجد مع المجموعة الحالية في بطولة أمم أفريقيا موقفه مش واضح من المشاركة بسبب الإصابة معظم اللعيبة اللي موجودين في منتخب موزنبيق حاليا لعيبة بتلعب في دوريات درجة تانية ومدور الأزربيجاني الدوري البرتغالي الدوري الجنوب أفريقي معظمهم مش فأندية كبيرة في أوروبا بس عندهم لعب أنا بس يعني بردت بورقي فيما تعلق بماتش وموزنبيق 16 مليون يورو أو أكيد ريليندو اللي هو أبتاع أتليتكو مدريد بس ريليندو مش متأكد مشاركته هو في التشكيل حتى قبل ما ندخل هاوها مش موجود في المسكوار الأساسي وفيه كان كلام إنهم ما قدرش يكمل بطولة الأخيرة يعني ما قدرش يلعب أي ماتش في البطولة بسبب الإصابة اللي كانت عنده وكمان ريليندو يعني ما بيلعبش مع أتليتكو مدريد اللي بيلعبه في مكانه هم ريكلمي وصابول اللي بيلعبه حاليا في المدريد لأنه هو جناح شمال أو باك شمال فبجانب كده كمان هو كمان منتخب موزنبيق احنا مكناش نعرف عنه حاجة غير عن طريق اللي هو اسم كيسوني ومن كيسوني مش في القايمة أي فمعظم الفرقة اللي موجودة دي لما انت شفت يعني بخاف أنا من المتشاطة تعرف أنا ابتلت الحلقة أنه يعني جمهور الكرة على أقل في مصر هنا مستني يشوف منتخب مصر النسخة اللي بتكشر عن أنيابها يعني الجيل ده محير إلى حد كبير كنت بقارن يعني بصيننا لـ 20-23 هم هم نفس الولاد هي هي نفس الأسماء هو هو يعني نفس الوشوش هل منتخب مصر اللي كسب بلجيكا هو هو نفسه منتخب مصر اللي خسر من كوريا هل منتخب مصر اللي لعب مطش كبير قدام الجزائر وجزائر سرقت منه تعادل في الدقاءة الأخيرة وهو بيلعب ناقص واحد طول من الشط الأول هو هو المنتخب اللي خسر قدام أسيوبيا بنتيجة اتنين فالمطشط السهلة وتونس بس أقول تونس لها ظروفها وتوقيتها كانت في بداية سيزن نسا اللعيبة ما خدتش عدم وجود لعيب الأهل صحيح فيعني ممكن تبقى استثناء لكن في النهاية أنت قدام منتخبات كبيرة قوي بتقدر تظهر بالشكل الحقيقي للكورة المصرية قدام منتخبات يعني أقل ممكن تبقى أقل منك والمساحبات بينك وبينهم بعيدة جدا بتلاقي مفاجأة لمكانش حد يتوقع هي لو دايما كان فيه كلام بيتقال إن منتخب مصر طول ما هو مرشح للقب مش هيحقق اللقب طول ما منتخب مصر غير مرشح للقب هيحقق اللقب لو نسترجع طبعا تصريح الراحل محمود الجهري في 1998 لكننا رايح المركز 13 من 16 فرقة راح جاب اللقب ورجع 2006 عشان كانت على ملعبنا طبعا فرقت معنا ولكن كنا بنلعب منتخبات كان منتخبات إيلة جدا زي كاميرا أو كوديفور في الوقت ده كانوا في مجموعتنا والمجموعة بتاعتنا كان كوديفور وليبيا والمغرب منهم اتنين أساسا معرفناش نكسبهم في تصفيات كاس العالم كسبت الفرقتين وطبعا تعدلت مع المغرب التعادل الشهية 2008 أفضل نسخة لمنتخب مصر في تاريخ البطولة 2008 اللي كانت في غانا 2010 نفس الكلام سيطرت في الوقت اللي ما كنتش الناس بترشحك إن كانت تاخد اللقب وخدتها على حساب العتولة يعني بالضبط انت خدت 2006 على حساب كوديفور أعظم أجيال كوديفور دي حقيق خدتها 2008 على حساب الكاميرون في غانا وخدتها 2010 على حساب غانا في أمجولة فانت عدت يعني على كانت بطلة العلم للشباب قبل سنة في مصر فانت عدت على يعني ما خدتهاش على حساب منتخب يعني نص نص دي حقيق انت خدتها على حساب عتولة قالت أفريقيا ومش بس العتولة انا مش بكلم على اسم المنتخب مش بكلم على غانا وكاميرون وكوديفور انا بكلمك على أجيال دي حقيق استثنائية في تاريخ القول عظم دي حقيق لك أنت تخيل أن دريد رجبة واحد من أعظم لعيبي كوديفور ما حقاش لك بدور كسقهم أفريقيا طوال حياته وكانت عقدته منتخب مصر صحيح يعني سبب 2008 أو 2006 احنا السبب أنه ما حقاش لك 2010 كان منتخب الجزائر هم اللي كانوا خرجوهم لكن زي ما قلت لك لو جينا بصينا كمان لبطولة السنة اللي فاتت يا أحمد 2021 دي احنا مدئين بداية كرسية في مطش نيجيريا وبنلعب بتشكيل غريب اسوأ مطش لعب ومنتخب مصر في العشرة السنين ويتحمل مسؤوليتك كيروش كارلوس كيروش مش اللعيبة خالص عادة دفة فعلا بعد من أول مباراة كوديفور اللي هو أنا هارف يعني اللي شاف المطش ده قالك منتخب مصر من بدري بدري كده يحط شنطته في الطيارة وراجعها طولة وحتى المطشب تحت المجموعات سواء مباراة سودان أو غينيا احنا ما كناش منقدم المستوى اللي هو محمد عبد المنعم أنقذنا قدام السودان محمد صلاح قدام غينيا وتأهلنا بشق الأنفس ولكن البداية الحقيقة كانت مباراة كوديفور ثم الفوز على منتخب المغرب اللي بعدها بسنة كان رابع العالم والتخطي على منتخب الكاميرون اللي كان كل الناس بتكلم إن صاموا لقيتوا جايب البطولة للكاميرون عشان المنتخب الكاميرون اللي ياخدها يدرينا نتخطاه ولولو رقلات الترجيح قدام السنغار طيب خلينا نشوف تاريخ مواجهات مصر والمنتخب موزنبيق حقيقة يمكن يعني فيه ناس كتبتتكلم في قصة إنه منتخب موزنبيق واحد من الأوجه اللي تدع أو الحاجات اللي تدعو للتفاول لأنه فيه ألقاب كتيرة جدا أبن أو فيه بطولات أبن فيها موزنبيق في دور المجموعات كانت النهاية تتويج مصر طبعا ده بندعي التفاول لكن مالوش علاقة على عرض الواقع لكن تعال نشوف تاريخ مواجهات مصر وموزنبيق ونستعرضها مع نادر خمس مواجهات نادر ولا خسارة ولا تعادل منتخب مصر واتفاق كاسح خمس مواجهات خمس انتصارات منهم نتيجة 2-0 تقرأت أربع مرات ونتيجة 1-0 حصلت مرة واحدة دور المجموعات 86 قدرنا إن إحنا نفوذ عليهم في قوم أفريقيا وحصلنا على البطول نفس الكلام في 1998 بوركينا فاسو بوركينا فاسو وفوذنا باللقب بعد تحت قيادة الكابتن الراحل محمود الجهري وفي 2010 كسبناهم برضو 2-0 في الوقت اللي كان منتخب مصر بلعب المباراة دي بعدد كبير من اللاعبة الاحتياطي ما كانش بلعب اللاعبة الأساسيين في الوقت ده وقدرنا إن إحنا نفوذ برضو عليهم التنصف وفوذنا باللقب البطولة برضو نفوذنا باللقب في أنجول على حساب كده يمكن هي مفاق التفاقل بالضبط المرضين التانيين كانوا في تصفيات تصفيات كأس العالم 2014 مع بوب برادلي صحيح طب نستعرض معك تشكيل منتخب مصر حسب المعلومات اللي جات لنا من أبيتجان طبعا النهاردة دوي فيتوريا بيراهن على تشكيلة مختلفة شوية عن التشكيلة أي يعني نسبيا طبعا القوام الأساسي يمكن يكون هو هو لكن قوار رهان النهاردة على في حرص المرمى محمد الشناوي هيلعب في خط الظاهر محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي هيبدأ المباراة خط النص هيكون عندنا محمد النني ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وفيه السلاسي الأمامي هيراهن على صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد صلاح محمد التشكيل يعني ما فيش اختلاف كتير عن مباراة تنزانية بس زي ما انت قلت يا أحمد التغييرات اللي هي كانت محمد هاني أساسي ما كان عمر كمال ومحمد شناه طبعا بطبيعة الحالة وكل كان عارف حاجة زي كنا انه يكون لعب أساسي وسلاسي وسط الملعب بحمدي ونني وزيزو بعدم وجود إمام أو هاجي للطريقة وهاجي للتوظيف لكن خليني أبدأ معاك طبعا اللاين أب بتاعت أو التشكيل الأساسي أنا عايز أقول بس أن رينالدو رينالدو طلع أساسي طبعا مش احتياجة رينالدو طلع أساسي طبعا أتلتكو مدريد طيب إينان سولاني ده حارس المرمة إلياس بلينبي إدميل سندوف ستانلي راتيفو أي حد حابب توقفني عند الاسم أو حطت نقطة ضعفة أو نقطة قوة ممكن نستعرض ده معاك دومينجوس مكادانزا أو مكا مكا مكانزا مكانزا رينالدو طبعا من دافا ده اللي كان بيتكلم عليه نادر من شوية وده يمكن يكون من حيث القيمة التسويقية أعلى لعبي فريق منتخب موزنبيق 16 مقيمته تقريبا حي 16 مليون يورو ألفونسو أمادي إديسون ستوي جيلدو أو جيلدو فيلانكولوس وويتنس كوامبو ريكاردو جيماريش يعني ممكن يعني جيلدو ده واحد من اللعيبه هو جناح يمين واحد من اللعيبة اللي يعقد عليه من منتخب موزنبيق من ناحية التحاولات لأن أكيد فريق منتخب موزنبيق مش هيفتح الملعب يعني وده منتخب مصر فهيلعب على التحاولات بشكل أكبر وأعتقد أن جيلدو كده هيلعب هو الجناح اليمين والناحية التانية هيكون رينالدو اتنين من اللعيب اللي عندهم سرعات لأنه أنا جيلدو شفت ليه بس عائلات سريع قبل كده لعيب كان مرشح أصلاً أنه هو كان يروح أتلتكو مدريد برضو هو بالعب في الدور الأسباني درجة تانية فريقز متشفاز تقريباً كان مرشح أنه راح أتلتكو مدريد ورينالدو وهو دول الأبرز اللعيب اللي ممكن يكونوا يشكلوا خطورة على منتخب مصر وانكن شايفاً المباراة في المتناول جداً طيب الرهانة على التشكيلة اللي اختارها أو اللي اعلن عنها وصعرناها مع حضراتكم كلمنا فيها على نادر من ناحية التوظيف ومن ناحية الواجبات سيناريوهات المطشات المطش النهاردة والأوراق اللي ممكن تكون موجودة على الدكة عندها القدرة أنها تغير في أحداث المباراة لو احتاجنا لده هنتكلم في دمع نادر ضفنا النهاردة في سدسة لكن بعد الفاصل ميون وخبرة منتخب مصر وشخصيته في البطولات المجمعة بتظهر بشكل كبير جداً خصوصاً لما تكون بتتكلم على مستوى الحدث بالنسبة على أقل في مصر هنا هو الحدث الأهم على مستوى قارة أفريقية هو بطولة الأمم الأفريقية لتختلف عن أي بطولة مجمعة سواء كانت بطولة عربية بقى سواء كانت بطولة كاس قارات لكن في النهاية منتخب مصر على مستوى الأرقام هو الأفضل على مستوى القارة لكن ده ما ينكرش أو ما يغيرش من فكرة أنه الولاد عندنا حقيقة لظروف خارجة عن أرادتهم ناقصهم الخبرة دي هل من الممكن أنه يعوضه وخصوصاً لما نيجي نبص الأرقام المشاركات هنلاقي أنه أربع لعيبين بس في منتخب مصر تجاوز عدد مشاركاتهم رقم 15 هم تحديداً أحمد حجازي 15 مباراة في أمم أفريقيا محمد النني 15 مباراة تريزيجي وصلاح 17 مباراة لعلامة الكاملة الرصيد جاي من 6 مباريات في نسخة الجابون 2017 النسخة اللي وصلنا فيها للنهاية قدام الكاميرون 2019 بطولة استضافتها مصر وخرجنا قدام جنوب أفريقيا أربع مباراة وسبع مباراة في النسخة الأخيرة لاستضافتها الكاميرون وصلنا فيها للنهاية قدام السنغال وللأسف ما كانتش للحظ يعني أو ضربات الترجيح حسمة اللقب لصلاح السنغال نهاردة منتكلم على أنه حجازي وتريزيجي ودنيني وصلاح هم أصحاب الخبرة في المتخب مصر والفرقات مبينهم ومبين اللعيبة التانية كبيرة جدا يعني أقرب لاعب ممكن تلاقيه هتلاقي مثلا محمد شناوي 8 الضعف الفرق مبينه مبين حجازي مثلا اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو محمد شناوي طبعا بما أنه كان بيبدأ يشارك بشكل أساسي طولة 2019 كانت 2017 إصابات شناوي وإصابات إكرامي فقدى لأن عصام الحاضر هو اللي استكمل البطولة والبطولة الأخرانية برضو هو ما كملهاش لأنه أصيب وكمل فيها أبو جبل وأصيب في كودي فور لعبنا للمغرب ولعبنا الكاميرا من وسنغال بابو جبل في البطولة دي أبو جبل الأربعة ماتشاط منهم تلاتة أسسان البطولة اللي فاتت اللي فاتت عبطول صبحي مشاركة واحدة الشناوي مشاركة واحدة مشاركة صبحي برضو كانت أمام كودي فور معظم باقي يعني باقي اللعيب علي جابرة طبعا الست ماتشاط دول ممكن يكونوا في بطولة 2017 2017 اللي كان بلاقي فيها أساس جنب حجازي باقي اللعيب يعني أحمد حجاز طبعا هو أكثر اللاعبين خبرة يعني والله يا عبد المنعم يتحسب له برضو أنه يعني سبع ماتشاط طبعا يعني البطولة اللي فاتت محمد عبد المنعم يعتبر من حيثه لا ندري ولا نحتسب يا عبد المنعم أنا فاكر عبد المنعم لما نضم أصلا أحمد للبطولة وكان في بطولة العرب اللي كانت قبلها بكم شهر وكانت بلعب في قطر بطولة كاس العرب وقتها كان أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي وكانت تفضيل بشكل أكبر كان لأحمد ياسين الكصة كلها أن محمد عبد المنعم تقلقه مع فيوتشر ولما نضم للمعسكر حسم القصة أن محمد عبد المنعم هو الله ينضم تشاء الأقدار لأنه هو لعيب عنده من الخبرات ما تكفي وهو لعيب شاب وعنده من الإمكانيات اللي مش موجودة عند لعيبة كتير عندها خبرات موجودين حاليا في قائمة منتخب مصر لعيب انضم لبطولة أفريقيا 2021 لعب أول مباراة بكيمين بعد ما أكرم توفيق تصاب لعب هو بكريت والمباراة اللي بعدها عدل كيروش القصة ولعب بعمر كمال هو لبكريت ولعب بيه هو مساك لأن إحجازي نفسه تصاب تصاب المباراة اللي بعدها الوينش تصاب فبدأ بيغطي هو اللعيبة اللي بتتصاب ومع ذلك لبا الوينش رجع قدر أنه يلعب أساسي الحد للمباراة الأخيرة عشان يقدم يعني بطولة ملحبية لمحمد عبد المنعم الحياة لا كمان لما تقارن أنه لعب زي محمد عبد المنعم بشوار الدولي بدأ من النسخة دي نسخة الأخيرة في 21 ونلاقي أنه فيه لعيبة كتير في النسخة الحالية بيشاركوا الأول مرة أمم أفريقيا تكلم على سبع لعيبة مهمين جدا في كل الخطوط ومؤسرين ونتمنى لهم التوفيق طبعا في المنتخب لكن بيغيب بيغيب عنهم عامل الخبرة بنتكلم مع المنتخب طبعا كلهم أصحاب خبرات كبيرة جدا مع منتخب مصر ومع عنديتهم لكن على مستوى العرص الأفريقي على مستوى أمم أفريقيا دي تعتبر أول مشاركة بالنسبة لهم بنتكلم على محمد حمدي زهير عيسر منتخب مصر بنتكلم على محمد هاني الزهير الأيمن بنتكلم على ياسر إبراهيم المدافع بنتكلم على مروان عطية لعب خط النص بنتكلم على محمود حمادة أيضا خط النص نتكلم على مصطفة فتحي الجناح اليمين وأيضا أحمد سامي مدافع المنتخب كل دول أو السبع أسماء دول أول مرة ده ما قالتش صبعا أبدا من إمكانياتهم وفيهم لعيبة مماذا وفيهم لعيبة تحطهم منت مغمى التشكيل الأساسي منتخب منهم لعيبة هتلعب النهاردة قدام مزمبيق تشكيل أساسي لكن دي تعتبر أول مشاركة ليهم في أمم أفريقيا أول مشاركة يعني أول مشاركة دي يعني تخلينا نرجع للألفين وعشر ونفتكر اللي حصل ساعة جده محمد ناجل جده وظاهرة محمد ناجل جده اللي كان أفضل بديل في عالم كرة القدم في الوقت اللي كان فيه وقتها كابتل حسن شحاتة قرر أنه يضم جده في الوقت اللي محمد حمص كان في القايمة وإحمد حسان ميدو كان في القايمة مضمش الاتنين وضم جده كان الإعلام كله بيهجمه وشوفنا جده عمل إيه في البطولة وكانت أول بطولة والوحيدة اللي لعبها لأن جده بعدها منتخب مصر لم يتأهل لأمم أفريقيا فجده ما شاركش في البطولة تاني لكن كانت بطولة هي فعلا أول بطولة لي ولكن قدم زي ما قتلك بطولة ملحمية نفس الكلام لو نرجع لبطولة 2006 كان أفضل بديل تم استرف البطولة أفضل بديل وكهدف البطولة وكهدف البطولة هو اللي جاب اللقب يعني هدف البطولة هو جده نازل في الديا 65 وكانت لك القصة كلها الخبرات دي بتكتسبها في المنشاط دايما الأداء بتاع المنتخبات لو بتاع اللعيبة في المنشاط اللي بتتلاعب في بطولات مجمعة بيبقى تصعادي بيبدأ يكتسب من الخبرات وبيبدأ أنه يطور من أداءه وبيبدأ أنه خلاص الموضوع بقى عنده ثقة في نفسه ما بيفرقش معاه ده بدليل أن محمد عبد المنعم السنة اللي فاتت مثلا لأنه هو لداخل شهد ضربة الجزاء قدام الكاميرون وهو لسه أول بطولة أول سنة أول سنة أول أفريق ونفس اللي حصل مع مهند لاشين واللي تنسجله لكن لسؤول حظ ضيعته قدام السنغال شايف أنه النهاردة بيفكر فيتوريا في أنه ما يرميش بكل أوراقه أو فكرة أنه البطولة من الوارد طبعا كل منتخبات اللي راح هتنفس علاقة بعينها هتتابع النهاردة مبارات منتخب مصر هتحاول تعرف أو تحفظ السلوب وطريقة لعب فيتوريا هل فيتوريا بيران على اللي ما يكشفش كل أوراقه سواء من ناحية الأسماء أو من ناحية طريقة اللعب ولا على العكس سماما مطلوب منه يبعث رسالة للكل أنه مصر لا تهاب أحد ومنتخب مصر جاي حقق اللقب أو ينفس على اللقب البطولة أنا أعتقد زي ما قلت لك من البداية أن المبارات موزنبيك هي يعني إحنا لو مكسبناش 2-3-0 ده يعني أنت لازم تبدأ البطولة أربعة مثلا أربعة أنا عارف أن أبراهن أنت على أربعة هي أربعة فعلا ده أنت كده بترمي رسالة كده اللي هو في أول أول ثالث مطش في البطولة أول مطش لمنتخب مصر لكل المنافسين اللي هو أنا جاي فعلا لأنني حقق لكم نفتكر في 2010 نيجيريا كانت كسبنا مصر 1-0 عن طريق أولاسي قدر نحن نكسب 3-1 على منتخب نيجيريا الجيل اللي كان بيلعب السنة اللي قبلها سيمي فاينال أولمبييات أو السنة اللي قبل اللي قبلها لكن مازلنا غاية النهاردة يعني بنعض أصابع ندم أنه النسخة دي الفرجن دي من منتخب مصر موسوتش كاس عالي يا حقيقة أنا دايما في أي مرة بتكلم على المنتخب ده بقول إن المنتخب ده كان قادر على أنه يعمل اللي عمله المغرب في 2022 في نسخة 2010 لو كان شارك فيها طولة جنوب أفريق لأن الجيل فعلا نفسها كانت سهلة جدا أمريكا إنجلترا كان إنجلترا أصعابهم يعني أمريكا إنجلترا كان سولوفاكيا والطريق بتاعنا كان يبقى مش بالصعوبة وغير كده عندك اللعيبة نفسها كانت تستحق ده ولكن للأسف يعني هو نسخة متكاملة في كل الخطوط يعني اللي قعد على الدكة واللي جوه الملعب يعني تحتار تقعد مين وتلعب مين دي حقيقة يعني الواحد بيسترجع ذكرياة نسخة 22 يا نادر شايفها أقرب نسخة للجيل ده يعني من حيث من حيث كواليتي اللعيبة والأسماء والوفرة في كل الخطوط لا نحلية نسخة 23 البطولة دي نسخة 23 هي تتلعب 24 بس هي نسخة 23 النسخة دي نسخة منتخب مصر في البطولة دي أقرب نسخة لنسخة 2006 2008 2010 يعني أعتقد لو هنقارن بالنسخ اللي فاتت فعلا كلها فالنسخة اللي وصلت كاس عالم أساسا أضعف من النسخة دي النسخة دي اللعيبة نفسها أنت ما كانش عندك محمد صلاح ما كانش بالقوة اللي هو أقنت لسه رايح ليفر بول ما كملش 6 شهور لكن مش بالقوة دي مصطفى محمد في نص الملعب عندك ترسانة في نص الملعب بتفكر مرموش ما كانش بحالة تقلق تريزي جي كانت موجود أصلا تريزي جي كانت زاعتها في قاسم باشا أو مسكرون البلجيكي لكن ما كانش عندك كمان زيزو ما كانش وصل للفورمة إمام ما كانش ظهر لا إمام ولا مروان عطية كان لعيبة اللي اللي لوقت مؤسرين حمد فتحي نفس الكلام لو لاحظت يا أحمد البطولة دي التصفيات دي احنا لعبنا مبارات الكونغة أصلا باربع لعيبة كانت في التشكيل الأساسي ما راحوش كاس العالم أصلا مع منتخب مصر أبرازهم كان درامي ربيعة وصالح جمعة ما راحوش أساسا ما لعبوش بطولة كاس العالم مع المنتخب المصر أحمد حسن كوك تلاتة كانوا أسيين وما لعبوش البطولة بتاعة كاس العالم مع الاحترام طبعا للعيبة القصة مش بنقلل من كوالة حد أو بنقلل من إمكانيات حد بسيق القصة أن هنا لما تيجي تبص على اللعيبة دي وأرقامهم وقد إيه هم مؤثرين مع الفرق بتاعتهم أصلا سواء على المستوى المحلي أو اللعيبة المحترفة المصرية حاليا أنت حاليا بتمر بأفضل لحظات اللعيبة المحترفين في تاريخ الكرة المصرية مش علشان محمد صلاح بيصنع المجد في ليفر بول ولكن لما هتيجي تشوف اللعيبة التانية اللي بتلعب برا مهليش اسمح لي قف معك حتى دي أنا بتهايلي كمان أن المنتخب مع فيتورية تحديدا تخطى فكرة أنه محمد صلاح هو مصدر قوة المنتخب يعني فيه فيه أوقات كتير جدا كان مدربين زي هكتور كوبر زي كارلوس كيروش زي بعض حتى المدربين المصرين تقول له المشؤولية بيرهنوا دايما على أنه محمد صلاح هو اللي يصنع الفارق النهاردة لا أنت عندك في المنتخب أوراق كتير جدا ممكن تكون مفاتيح لعب وتكاد تكون الكفة متوازنة بين كل الخطوط عندك في كل خط من الخطوط اللعيبة على أعلى مستوى بالتالي ما بقاش منتخب اللعب الواحد دي حقيقة دليل اللي أنت بتقوله يا أحمد أن هداف منتخب مصر مع روي فيتوريا هو محمود حسن تريزجي أصلا مش محمد صلاح تريزجي بيقدم مستويات خيالية مع فيتوريا من وقت ما ميسك صوت في التصفيات في المنشاط الهداية حمدي فتحي تالت الهدافين مع فيتوريا من ساعة ما وصل بيسجل أهداف بالراس وده يمكن يكون سبب أساسي أن حمدي فتحي شارك النهاردة وأنه والنهاردة حمدي والنيني وزيزو حمدي والنيني وزيزو نيني لأنه ناس كتير ممكن تتكلم أنه نيني مش بيشارك بشكل مستمر مع فريق أرسنل في بطولة الدور الإنجليزي أو في البطولات المختلفة مع الفريق مع ميكيل أرتيتا ولكن الفكرة هنا في لعيبة كده اللي هو أنا كده كده مش أشارك مع الفرقة بتاعك بس أنا ضامن مركزي أساسي مع المنتخب صحيح محمد إنني واحد من اللعيبة ويمكن مواجهة فريق زي مصنبيك أنت محتاج لعيب واحد ارتكاز وأعتقد أن حمدي فتح هيكون لي أدوار مهمة جدا في جمالات النهاردة لأن انت بتكلم في فريق هيجي لعبك متكتل بنسبة 100% هيحاول يطلع بنقطة ففكرة وجود حمدي فتح هيحرر هو وزيزو هيحرر المهاجمين بشكل أكبر هيسرق عين المدافعين مصطفى محمد مش عايزين أم أفريقيا 2021 والاعتماد أننا نعتمد على مهاجم محطة ويوسع مساحات نحن عايزين يجيب أهداف صحيح نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر توقعاتي النهاردة لو هدف مبكر هنستمتع بعرض رائع لمنتخب مصر وتوقع نتيجة كبيرة إن شاء الله بشكراك نادر شكرا جزيلا كل التمانيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق وأدعوكم بقى للاستمتع بالمباراة والسامة أنا منادر بمتابعة وانتخبنا الوطني في أولى مباراة وفي أمم أفريق تحية لكم